مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بالعناوين الصحافة العربية تتحدث عن آخر معارك الحوثيين انقباض على متاجر ملابس نسائية غزوة العباءات وفي العربي الجديد الحرب تغرق اليمن في الديون تزايد خطر العجز عن السداد وفي الأخبار المنوعة صبي في الخامسة يعانق أخاه لأول مرة لا تنتهي أعذار ميليشيا الحوثي ومبرراتها من أجل اعتقال المدنيين في مناطق سيطراتها وآخر هذه المبررات ما نشره أو ما نشر في موقع المشاهد نت العملة الجديدة تهمة جماعة الحوثي لاعتقال المدنيين يكثر قاسم سيف من استخدام المثل الشعبي الحذر واجب لتحذير أبنائه أو أصدقائه عند سفرهم إلى صنعا أو أي من مناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي خصوصا فيما يتعلق بتبديل العملة الورقية التي تتداول في مناطق سيطرة الحكومة وتمنع جماعة الحوثي تداولها في مناطق سيطرتها بحجة أنها تسهب في فقدان العملة الوطنية قيمتها وتتسبب في انهيارها أمام العمولات الصعبة وتستغل النقاط الخاصة بجماعة الحوثي أي تهفوة للمسافر لابتزازه وصرقة ما بحوزته من أموال أو حبسه ومن ثم ابتزاز أسرته لدفع مبالغ باهظة لإطلاق صراحه من معتقلاتهم وتعرض العديد من المسافرين للابتزاز أو السجن بحجة حيازة عملة محضورة وألقت الأجهزة الأمنية التابعة لجماعة الحوثي القبضة على مئات المواطنين وبعض التجار والصرافين خلال الأشهر الماضية بتهمة حيازة العملة محضورة التداول ونشر موقع الإعلام الأمنية ناطق باسم وزارة الداخلية التابعة لجماعة الحوثي خلال الفترة من سبتمبر حتى نومنبر من العام الجاري أكثر من خمسين خبر وتقريرا صحفيا عن ضبط متهمين بحيازة وترويج ما وصفتها بالعملة المحضورة التداول التي طبعها البنك المركزي بعادا وتدعي ميليشيا الحوثي أنها قامت بتنفيذ الاعتقالات وسحب أموال المواطنين لحماية الاقتصاد إلا أن أستاذ الاقتصاد والتمويل الدولي بجامعة تعز صادق أبو طالب نفى هذا للدعاء وقال إن سحب ومصادرة النقوط المطبوعة حديثا من السوق يسهم في منع انهيار العملة الوطنية معتبرا أن هذا الكلام غير منطقي وليس له أساس علمي ورجح أن ما تقنو به ميليشيا الحوثي من مصادرة النقوط الجديدة من قبل المواطنين والتجار والصرافين لاستخدامه في تمويل الحرب وليس للحد من انهيار العملة وأضاف أن الأموال التي تصادرها جماعة الحوثي تستخدم لتمويل مقاتلهم في الجبهات على أساس أنها النقود القديمة تظل تدور في مناطق سيطرات وهذا تفكير غير صحيح وأشار الدكتور أبو طالب إلى أن مصادرة العملة الجديدة من قبل جماعة الحوثي في مناطق سيطراتها تسبب قصورا أو تسبب قصورا في دوران النقود وبالتالي يحدث انخفاضا وعجزا في السيولة معتبرا أن هذا الانخفاض في السيولة يضطر الحكومة لطبع نقود جديدة لأن النقود التي تتسرب إلى صنعاء ومناطق سيطرة جماعة الحوثي تحبس وبالتالي لا تدخل الدورة النقدية وهو الأمر الذي يؤدي إلى استمرار العجز في السيولة أحمد عبد الله كتب عن فقدان صنعاء وعودة الماضي إليها واحتلالها من جديد أو احتلالها الجديد من قبل الإمام المستجد وأضاف في مقال نشرته عدد من المواقع اليمنية صنعاء ليست غرناطة ومن هاجروا منها ليسوا مرسكيين هربوا بدينهم من شبه الجزيرة الإيبرية أما فتحها فلم يعد متاحا لا حربا ولا سلما لكنها في أغلب الظن ستستقل العائدين فرادا وجماعات في عملية تتم ببطء عن طريق التفويج المتدرج فمجريات الحرب منذ خمس سنوات عززت هزيمة الشرعية التي حلت بها في عشية الحادي والعشرين من سبتمبر من عام 2014 بل قدمت مبررات تلك الهزيمة أمام العالم صنعاء أسيرة مصابها واليمن جميعه بحاجة إلى هواء تجدده الفضاءات الرحبة صنعاء خرجت في ليلة ليلة واختفت في جيب الإمام المستجد فانسحبت هامات ورموز كان ينبغي عليها أن تظهر نوعا من التماسك والصمود وتثبت لشعبها أنها حاولت بدمائها وأن للحرية ثمنا باهظا هي قادرة على أن تدفعه لكنها لم تفعل بل تهوت مثل كوخ من القش تاركة خلفها صدى صياح الجماهير صدى الدماء النازفة وصليل السواعد العفوية التي ارتفعت ثم انكسرت كعيدا القصب القول بأن تلك المدينة لا تسكن على جبل النار المطل على بحر قزوين كما أنها لا تقيم على منح درات جبل نمرود وإنما متشبثة بالسلسلة البلدي التي تأتي من خلفها غيوم الصيف المهاجرة من وسط أفريقيا تحيطها منذ الأزل مهما اختلف حكامها لتبقى عاصمة بلد الهموم المتوارثة حتى تتحرر من القوى الدينية الظلامية والعسكرية القبلية وتفتح سماواتها نحو مستقبل مختلف تحمله سواعد من يهتف بلد الهموم نحن هنا اعتقدت أسرة الطفل عهد أنها يمكن أن تشفى وأن تعيش مع إصابتها بفعل لغم حوثي لكن ذلك الاعتقاد لم يصمد حيث أعلنت وفاتها بعد يوم من الإصابة بلغم حوثي زرع في الطريق العام وعنوان موقع الصحوانت وفات الطفل عهد محمد بعد يوم من إصابتها بانفجار لغم حوثي في الجوف وقال الموقع أن الطفلة عهد محمد هاي لذات الخمس سنوات توفيت متأثرة بإصابتها جراء انفجار لغم أرضي الزرعات الميليشية الحوثية في إحدى الطرق العامة بمديرية المتون غربية محافظة الجوف وقال أحد أقارب الطفلة أنها توفيت في مستشفى الجوف العام بعد أن ظلت في العناية المركزة ما يقارب عشرين ساعة وعضف أن عهد أصيبت جراء انفجار لغم الذي تعرضت له هي وثلاثة أطفال آخرين بالإضافة إلى سائق السيارة التي كانوا على متنها وزرعت ميليشية الحوثي آلاف الألغام في المناطق التي كانت تتمركز فيها في الجوف ولا تزال تزرع أيضا في المناطق المتمركزة فيها وصف موقع كريتر السباق الذي شهدته سواحل عدم بأنه حاز نجاحا منقطعا نظير وتنظيما متقنا من قبل القائمين عليه وختام البطولة تووج سباحو الخيصة إبطالا للسباحة في عدن في البطولة التي نظمها الاتحاد العام للسباحة والألعاب المائية برعاية وزير الشباب والرياض نائف البكري وحضر البطولة عدد من المسؤولين في الأندية والاتحادات الرياضية والقوات البحرية وخفر السواحل ومواطنين الذين احتشدوا في رصيف السواح بالتواهي وعفاد الموقع في أجواء تنفسية ومثيرة وبمشاركة عدد كبير من السباحين من مختلف محافظة عدن ومن خارج المحافظة انطلق السباق بمرافقة قوات من البحرية وخفر السواحل وختام البطولة تم تتويج أحمد عوض خيوم بالمركز الأول على مستوى البطولة واحتل عبد الرحمن معلم المركز الثاني وفي المركز الثالث فاز معاذ عوض وزير خارجية ليبيا ومن دوبها الأسبق لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم كتب أو يكتب في الشرق الأوسط تحت عنوان أوروبا الأنثى أوروبا القارة القديمة التي لا يعلوها شيب الزمان أم الاكتشافات وينبع السيطرة والاختراعات من القرون الوسطى إلى النهضة إلى التنوير صانعة التغيير بعد الحروب والدماء التي أسالها العتاء اليوم تزحف على قيادتها قوة أخرى المرأة ألمانيا بعد الفهرر أدولف هتلر الرجل العنيد المقاتل بلا حدود ومن حوله الجنرالات بأحذية الجلد الصلبة والنياشين تتدلى على الصدور تقودها اليوم سيدة مكتنزة تدفع أوروبا أمامها أحيانا وتجرها وراءها في الملمات أنجيلا ميركل التي ترفع صوتها ويدها أمام الرئيس الأمريكي وتمد يدها فوق الخريطة السياسية والاقتصادية الأوروبية وتحدد المسارات للقارة الأوروبية في خضم الاختلاف العسكري تحت عنوان حلف الناتو أوروبا تعيد التكوين ذاتها سياسيا بخطاب لسانه قوة مبتكرة في عصر جديد ومنظور جديد ناعم تعزفه المرأة من فوق هامات كراسي الحكم النساء يعتلين كراسي القرار في المركز والأطراف السيدة أوسولافون ديرلاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أي رئيسة أوروبا الاتحادية والمرأة الأقوى في أوروبا من مكتبها في بروكسل السيدة بريغيت برييرلاين المستشارة الاتحادية في النمسا أم الحكمة وقرار الحسم الهادئ في دولة كانت علينا التشدد الذي ولد فيها هتلر وكم ذا بالنمسا من الخوارق والفوارق تزحف النساء على مقاعد الحكم في قارة الجمال والديمقراطية والحياة وتصطع على عرش السلطة الديمقراطية في الدينمارك الأربعينية الجميلة ميتيفرد ريكسن رئيسة للوزراء وليس بعيدا عنها ترتفع على كرسي الحكم كريست كاركوليد الأربعينية رئيسة لجمهورية استونيا الرحلة طويلة والذيذة مع كوكبة الزمان الجديدة في الدنيا القديمة التي تبدع نفسها للزمان وبه في كرواتيا وسلوفاكيا وصيربيا وإسلندا وبلجيكا والنرويج تتولى النساء مقاليد الحكم بقرار من شعوبها عبر انتخابات لا تزوير ولا مال يلعبان بالضمير الوطني فيها سخر العشرات من الناشطين والحقوقيين والإعلاميين اليمنيين من إقدام الميليشيات الحوثية على مدهمة متاجر الملابس النسائية في صنعان بحجة أن تلك الملابس هي التي تسببت في هزائمهم وأخرت الانتصارات ما دفع ببعضهم إلى تسميتها غزوة العباءات وفق صحيفة الشرق الأوسط انقضاض حوثي على متاجر ملابس نسائية يسفر عن غزوة العباءات عدى الناشطون هذه الخطوة تخبطا من الميليشيات الانقلابية وعدم وجود مشروع وطني لها على أرض الواقع خصوصا بعد فشلها في السيطرة على الأوضاع المعيشية المتدهورة للمواطنين نتيجة الممارسات الخاطئة الناتجة عن انقلابها المشؤوم على الشرعية قبل خمسة أعوام ماضية وعد مداهمة الميليشيات عددا كبيرا من محلات الملابس النسائية بشارع هائل وسط العاصمة صنعاء وإحراق العباءات وأحزمتها بحجة أنها غير مناسبة وتسببت بتأخير النصر وسيلة جديدة لسرقة أموال وممتلكات المواطنين وتأتي ضمن مسلسل الميليشيات الممنهج لاستهداف ما تبقى من القطاع التجاري في صنعاء ونفذت الميليشيات الحوثية حملة مداهمة وتفتيش واسعة اقتحمت من خلالها عددا من محلات الملابس النسائية في شارع هائل وقامت بإحراق العباءات النسائية أنت مسافر إذن نظف تلفونك من الأرقام ومن الأصدقاء ومن الكلمات ومن الصور فقد تقع ضحية للميليشيا التي تفتش هاتفك فإز عبدو يكتب عن السفر داخل اليمن مع الخوف من الواقفين عند أكوام التراب والبراميل والريات وأضاف في المشاهد نت حين تعتزم السفر داخل اليمن فإن أول ما تفكر فيه ويؤرقك هو الجانب الأمني وأول ما تبدأ من إجراءات في هذا الجانب هو تفقد محتوى تلفونك المحمول حتى قبل أن تضع خطة للرحلة أو برنامج للزيارة أو جدولا بالأعمال التي ستنفذها ينطوي السفر على مخاوف جمة تتصدرها المخاطر الأمنية وتشمل عورة الطرق ولا تنتهي بما تلقاه من تعب ونصب ومشقة سوف تهون كلما فكرت بحال مريض أو مسن ألجأه الأمر إلى السفر وسفر من العاصمة صنعاء مثلا إلى أي من المحافظة اليمنية الواقعة إلى الجنوب منها تعز عدن مثلا أو الشرق مارب وحضر موت وما جاورهما ينتقل بك عبر مناطق تماثن وسيطرة عدة أطراف وهو محفوف بالمخاطر ومقرور بالمخاطرة ما يقتضي ترتيبات استباقية ويستلزم احتياطات واحترازات وقائية لتجنب الاشتباه وما يعقوبه من إجراءات تتحدد طبيعتها بحسب مزاج أفراد هذه النقطة الأمنية أو تلك كلما مررت في منطقة تخضع لسيطرة هذا الطرف أو ذاك طالما أن لديك أصدقاء يتوزعون على مختلف ألوان الطيف السياسي فلابد أن يردك عبر وسال الاتصال والتواصل طيف مختلف ألوانه من الصور والرسال التي وإن كان مضمونها عاديا ستشكل أحد التعقيدات التي تصادفك أثناء مرورك خلال مناطق النفوذ وستكون بمجبها في ذهنية عناصر نقطة الأمنية محسوبا على الطرف الخصم وقد تواجه اتهامات بالانتماء إليه أو العمل لحسابه أو تكون في أحسن الأحوال شبهة تحيلك إلى تحقيق أو بضعة أسئلة ستكون محظوظا بالنجاة من عاقبتها ما من مسافر لم يحطط لأجل سلامته بتنظيف هاتفه من محادثات وأرقام ومجموعات وكل ما قد يثير الشبهات والشكوك في توجهاته أو اهتماماته السياسية أو حتى علاقاته الشخصية مع شخصيات عامة من الطرف الآخر بالنسبة إلى الطرف الذي هو بين يدي نقطته الأمنية قد ينجو الكثيرون في الغالب من التعرض لتفتيش تليفون في أي نقطة أمنية لكن الاحتياطة واجب فالحظ غير مضمون والآتي غير مأمون يغرق اليمن في كومة ديون ثقيلة بسبب الصراع الدائري في البلاد منذ نحو خمس سنوات إذ تكشف بيانات أوردتها وأوردها تقرير حكومي حديث عن ارتفاع الدين الخارجي لليمن من ستة مليارات وسبعمائة وخمسة وستين مليون دولار عام 2014 إلى تسعة مليارات دولار العام الحالي بينما ارتفع صاف الدين الداخلي من ثلاثة تليريونات إلى نحو ستة تليريونات ريال بما يمثل أربعة وتسعين في المئة من النتج المحلي الإجمالي وعنونت صحيفة العربي الجديد الحرب تغرق اليمن في الديون تزايد خطر عجز العجز عن السداد وقالت الصحيفة تسببت الحرب الدائرة في تراجع حاد للإرادة المالية في البلاد وإحجام الدول المانحة عن تقديم أي تمويلات للمشاريع التنموية وتآكل احتياطي اليمن من النقد الأجنبي كما لجأت الأطراف المتصارعة إلى تغطية عجز الموازنة من خلال السحب المباشر من البنك المركزي برأسيه في صنغاء وعادا ما فاقم أزمة الديون ويؤكد الباحث الاقتصادي في المعهد المالي للدراسات التابعة لوزارة المالية مجد عامر للعربي الجديد يؤكد أن أزمة المالية العامة واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن وعضمنا أحطر تداعياتها استمرار أزمة في مرتبات الجزء الأكبر من موظفي القطاع العام المدني لأكثر من ثلاثة أعوام وأصبحت الحكومة في الوقت الراهن عاجزة عن سداد خدمة الدين العام ما يفاق مؤزمة السيولة في القطاع المصرفي إذ يرى عامر أن تراكم أعباء الدين العام مخاطر ليست فقط حالية ولكن أيضا مستقبلية كون نفقاتها تزاحم بقية النفقات العامة الاجتماعية والتنموية على الموارد المحدودة أصلا يؤكد الباحث الاقتصادي مراد منصور أن الدين الضخمة التي يغرق فيها اليمن على كل المستويات تقوض عودة الدولة وعقبة كبرى أمام أي حكومة توافقية قد تتشكل في الفترة القادمة بعد اتفاق الرياض لكن العبثة والدمار يطال كل القطاعات الاقتصادية ولا تستطيع أي سلطة رسمية أن تضع يدها على موارد البلد السيادية محمد علي محسن يكتب عن ظاهرة التزوير لأجل الحصول على مبالغ مالية بسيطة وهي طريق نحو المزيد من الفوضى وأضافة في مقال تنشره بالقيس من يسرق ريالا واحدا سيسرق الملايين ومن يزور شهادة ميلاد بمقدوره تزوير شهادة جامعية ومن يسرق معونات الفقراء والنازحين والمرضى والشهداء يمكنه سرقة وطن وشعب ومن يجري هذه الأيام من تزوير لشهادات الميلاد وعقود الزواج له في حقيقة الأمر سرقة وقحة وغش فاضح فهل وصل الأمر لحد تسجيل أسماء أبناء وزوجات وأمهات وأباء لا وجود لهم؟ وهل الإغاثة الإنسانية باتت لعنة تستوجب عقر أخلاق المجتمع والنظام والقانون على أبواب المنظمات الإنسانية؟ إلى أين ستأخذوننا يا قوم؟ ألا يوجد فيكم ذرة خجر وحيان أو خوف؟ وكيف لستة ألاف ريال إعانة شهرية أن تبدلكم لأناس بلا ضمير ولا رحمة ولا خوف؟ ألا توجد ثم تاجهة مسؤولة كيما توقف هذه المهزر الحاصلة هذه الأيام ولأجل إعانة مالية زهيدة؟ ألا يوجد من يوقف هذا السقوط الأخلاقي وهذا الطوفان المدمر لكل القيم والمبادئ والأخلاق والنظام؟ نشرت صحيفة آي مقالا كتبه فيليب ستيفان يطالب فيه بريطانيا بالتخلي عن الادعاء بأنها قوة عالمية ويرى فيليب أن إنفاق المليارات على الدفاع من أجل استعادة سمعة بالية لا يمكنه إلا أن يضعف بريطانيا ويقول إن بريطانيا قضت 75 عاما الأخيرة في محاولة تجنب تعديل طموحاتها الدولية بما يتوافق مع تراجع حجمها الاقتصادي ويشبه ذلك بالملاكم الذي يشارك في منازلة فوق وزنه ويذكر أن بريطانيا تسعى إلى تجديد برمجها النووي والحصول على حاملات طائرات فقط من أجل التباهي والسمعة الوطنية فالعناد ورفض التخلي عن صورة الإمبراطورية جعل البلاد متجاذبة بين اقتصاد ضعيف محليا وأدوار في التوازنات الجيوسياسية خارجيا ويرى الكاتب أن صدمة الخروج من الاتحاد الأوروبي قد تحتم على بريطانيا إعادة النظر في تقييم حجمها ويضيف أن رئيس الوزراء يتحدث عن مكانة بريطانيا العالمية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي ولكنه يصف هذا التصريح بالشعار الأجوف أما المطلوب بالنسبة للكاتب فهو تقييم واقعي لما يضمن مصالح بريطانيا الوطنية خارج الاتحاد الأوروبي وإعادة النظر في التطلعات بما يجعلها منسجمة مع الموارد المتوافرة ويرى أن بريطانيا إذا أرادت أن تحافظ على سمعتها كأمة محترمة لا ينبغي لها أن تستمر في الادعاء أنها قوة عالمية فالأموال تصرف على حاملات الطائرات دون هدف استراتيجي وعلى مقاتلات أمريكية متطورة لا تغادر مدارج المطارات ويلتهم تجديد البرنامج النووي أيضا حصة كبيرة من الميزانية والهدف تلميع صورة بريطانيا في الخارج عندما ولد جاكوب قبل موعد ولادته المحدد بثمانية أسابيع كانت المفاجأة أنه ولد بذراع واحد تقريبا فذراعه اليسرى كانت عبارة عن جزء صغير من الزند فقط لكن الأطباء ساعده ليغير حياته وعنوان البي بي سي صبي في الخامسة يعانق أخاه لأول مرة في محاولة لمساعدة طفلهما أطلق والده في مقاطعة ويست يوركشير البريطانية نداء لتجمع التبرعات بهدف جمع 16 ألف جنيه استرليني لتركيب ذراع اصطناعية لجاكوب لكن خبراء تركيب الأطراف الاصطناعية في النظام الصحي في بريطانيا وفي العديد من الشركات الخاصة الأخرى كان رأيهم أن ذراعاً اصطناعية متحركة وقابلة للاستخدام ليست خياراً ممكن حين يكون الطرف الناقص منتهياً فوق المرفق كما في حالة جاكوب وهنا ظهر بن ريان الذي استطاع تحقيق تلك الأمنية الغالية وصمم ذراعاً قابلة للحركة والاستخدام لجاكوب الذي أصبح اليوم في الخامسة من عمره المصم مخترع ذراعاً اصطناعية تعمل بآلية حركة هيدروليكية لابنه سول الذي تعرض لحادث أدت إلى بتر ذراعه حين كان رضيعاً عمره عشرة أيام وسلم ريان الذراع لجاكوب يوم الخميس خلال اجتماعه في مقاطعة هامشير وهو يقول إن تركيبها كان نجاحاً حقيقياً وإن جاكوب فقط توقعات الجميع الآن يستطيع أن يعانق شقيقه ويمسك بيده أبرز الصور كما نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية نعرضها في جولتنا المصورة لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر يمتلك الكاريكاتير قدرة كبيرة على السخرية ومبارسة النقد وإبداء الآراء السياسية والنقد الاجتماعي مجموعة من رسوم الكاريكاتير التي نشرت اليوم نتابع أخبار وصور ورسوم نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك السحافة ونشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء